اشتركوا في القناة لإطلاع السلطة التشريعية على تطورات الأوضاع في أفغانستان والجهود التي قامت بها مملكة البحرين بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وقال وزير الخارجية إن تطورات الأوضاع في أفغانستان تطلبت الإسراع في عمليات الإجلاء في إطار التعاون الدولي وأن مملكة البحرين تلقت طلبا من الحكومة الأمريكية للمساعدة في جهود الإجلاء وقد ساهمت المملكة بتقديم الدعم والمساعدة وتسهيل رحلات الإجلاء من كابل مرورا بالبحرين تمهيدا لنقلهم إلى الجهات المقصودة وقال الوزير إن أكثر من سبعة آلاف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى وجهات نهائية مرورا بمملكة البحرين كنقطة عبور حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التدابير المتفق عليها وتم توفير كافة أسباب المساعدة لهم وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا كما قال الزياني إن جلالة الملك المفدى رعاه الله أثنى في زيارته لقوة دفاع البحرين يوم أمس على دور رجال قوة دفاع البحرين البواسل وجهودهم النبيلة بالتكاتف مع دول العالم في العمليات الإنسانية السامية في العديد من المواقف وتقديم العون والإغاثة للأشقاء والأصدقاء منذ تأسيس قوة دفاع البحرين حتى الآن وأن جهودها الإنسانية لدعم أفغانستان الشقيقة وشعبها العزيز مثال على ذلك وأضاف وزير الخارجية أن شركة طياران الخليج سيرت أول رحلة إجلاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمن عمليات الإجلاء المتعلقة بأفغانستان وذلك في إطار الجهود الإغاثية الدولية والتضامن الإنساني مع أفغانستان وقال زياني أن سموالي العهد رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الاتصالات الهاتفية وزير الدفاع الأمريكي عبر فيه عن امتنان الولايات المتحدة الأمريكية لما قامت به المملكة من جهود في عمليات الإجلاء من أفغانستان وأضاف أن جلالة الملك المفدة أصدر توجيهاته السامية بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى أفغانستان وأن هذه المبادرة السامية من جلالته تأتي من منطلق إنساني حرصا على مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم تجهيز شحنة إغاثية عاجلة تحتوي على ثلاثين طن من المواد الطبية والإغاثية والغذائية التي يحتاجها الأشقاء الأفغان وصلت إلى مطار كابل يوم الأحد مؤكدا أن مملكة البحرين تتابع الأوضاع في أفغانستان وتقوم بالتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة لا سيما في دول مجلس التعاون حرصا على استقرار أفغانستان ومن جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على التعاون والتنسيق المشترك والحرص المستمر الذي تقوم به السلطة التنفيذية لإطلاع السلطة التشريعية وممثلية الشعب على آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن المبادرة الإنسانية التي قدمتها مملكة البحرين إلى الشعب الأفغاني الشقيق تأتي ترجمة للنهج الإنساني الذي تسير عليه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى